كلنا بنتمنى ان يكون فعلا عهد جديد للقرى الافريقية الكرى الافريقية تستحق افضل مما هي عليه الفترة اللي فاتت في الاتحاد الافريقي كانت فترة ما فيهاش اهتمام بالتطوير واكتر حاجة محتاجها الكرى الافريقية هو التطوير نتطور ملاعب، تطور مدربين، تطور فدأ فدأ افكار جديدة تدخل للاتحادات المحلية فلوس حاجات عشان يقدروا يصرفوا على منتخباتهم حاجات كتيرة جدا من ضمن الحاجات اللي متسيب يشغل عليها باوامر من انفنتينو من الاتحاد الدولي هو دوري جديد هيبقى اسمه دوري السوبر الافريقي دوري او بطولة هتضم عشرين نادي دائم زي اللي الفيفا كان بيحارب عليها في اوروبا بيحارب ضدها في اوروبا دلوقتي هتتنفس في افريقي ايه بقى قصة الدوري السوبر الافريقي ده ده هيبقى عشرين نادي دائم اللي هم اكبر اندية بحسابات معينة و بوينتس معينة و تاريخ و ابطلات و مواصفات استادات معينة و لازم يكون عندهم كرة نسائية لازم يكون عندهم فريق كرة نسائية حاجات كده يعني الاهلي و الزمال الكبير دلاتيا هعمله بفرقة كرة نسائية هيعمله لازم هيعمله اه شوية حاجات كده هتبقى معايير عشان هيبقى فيه 20 نادي دائم الـ 20 نادي دول البطولة دي هتبقى البطولة البديلة للـ African Champions League البطولة أفريقيا أبطال الدوري مع هيبقى فيه 5-6 أندية تانيين هيتم بقى اختيارهم عن طريق تصفيات من كل منطقة شمال أفريقيا غرب أفريقيا جنوب أفريقيا فأنت عندك فرق هتبقى متودة في البطولة دي بشكل دائم مثلا الزمالك والأهلي سانداونز وكايزر تشيفز مثلا مازينبي التراجي مثلا ونيمبا مثلا الأندية فيه أندية من الجزائر مثلا المولودية مثلا الـ 20 نادي دولة يبقى 20 مقعد دائم في البطولة بطولة ممكن تكون أن الفكرة بتاعتها غريبة شوية لكن هو ده دلوقتي اللي بيتم دراسته وبييتم التقطيط ليه من قبل الاتحاد الأفريقي برعاية أمفانتينو أن يبقى فيه بطولة اسمها بطولة السوبر الأفريقي وبيقال أن البطولة دي في 5 سنين هتدخل للاتحاد الأفريقي 3 مليار دولار ده مشروع متسابي ده المشروع اللي هو شغال عليه برعاية الفيفا ورعاية أمفانتينو وطبعا البطولة دي لو اتعاملت هتغير حاجات كتيرة جدا في خريطة كرة القدم في أفريقي وهتدخل فلوس كتير جدا للأندية الأندية ممكن تخش في ليفل تاني يبقى معها فلوس وعندها عوايد كبيرة جدا من خلال المشاركة في البطولة ومن خلال الفوس بيها لو نادي فاز بيها طبعا ده خبر مهم جدا وهو ده الاتحاد الأفريقي المتسابي بعد نجاحه ووعد به وبيقاطط له خلال الفترة القادمة بطولة السوبر الأفريقي من 20 مقعد دائم مع خمس أندية هي فيه تصفيات من كل منطقة في أفريقا ده البروجيكت وده المشروع الشغل وطبعا يعني فعلا ابتدوا يتواصلوا مع أمفانتينو لشان البطولة وابتدوا أن هم يشتغلوا عليها تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل هيكون معايا ضيفي نجم حلقة النهاردة كابتن مصر الصابق الكابتن مكدي طلبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر